ففي عندك انتسار يا برج السرطان لاني شايف في منكم اللي الوضع كان عندهم مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى انهم ملوا وما بد يعني كأنه الامل باقى مو مستنيين شي بيقولوا نفس الشي راح يتكافف بس يعني انت بتستحق يعني لانه في انتسار جايلك بالطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن اكيد في شغلات بتصير مع الناس وخيبات امل متل شي حتى على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشي شخصي اذا مثلا عم بيخونهم او ما عم يزبط الموضوع فمتل ما الامور بتصير فترة بتكون سيئة اكيد راح تطلع الشمس يا برج السرطان وان شاء الله تكون شمسك الفترة هذي اللي اني شايف في عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملي وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان اما ما هو عاقفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وانا سحبت اوراق كتيرة فرح حاول يكون شاملة الشي اللي راح ينتبق عليكم خلولي اني عم شوف طاقات كتيرة في شغلات ما راح اتطرق الى لانه راح ياخد مني الموضوع وقت فرح نبلش يا برج السرطان شايفاك يا برج السرطان زعلان واخد جنب وعندك ورقتين للشغلة هذي وكأنك قاعد مع حالك لانك تعبت من الوضع كأني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن انت طلعت زعلان او ممكن يكون الشي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة ولكني حاسة اكتر انه انت اللي طلعت من العلاقة هذي فانا شايفاك مختفي او قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي ظهرك يعني قافل كل شغلات التواصل مع الطرف هذي كأنك عاطي ظهرك لكل الشغلات وكأنك ما شايفه واخد موقف لاني شايفاك تحملت كثير من الشخص هذا وشايفك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بتراقب نفس الشغل بعدك بتراقب الشخص هذا كأنك عم تخبي مشاعرك لاني شايفة انك انت بعدك بتحب الشخص هذا يعني فيه من كون واكتر اللي بيحبوا الشخص هذا كثير وبعدك بتراقبه كأنك بخبي مشاعرك سواء انه متزوجين ومتطلقين او اللي كانوا مع بعضون ولكن الغريب انه شايف الشخص هذا متمسك بك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب لي كأنك الانسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن يعني احتمال الشخص هذا ما كانش بيعاملك يعني متل ما انت تستحق او كان مندفع لاني شايفاه مندفع يعني في التفسير الشخص هذا شايفاه يعني مندفع كثير كأنه الانسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هذا حقيقة مستعد الشخص هذا مستعد يعمل شغلات او يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين او منفصلين او متزوجين او سواء تركك و اداك ظهره او كان يعني مهتم بحياته او راح تزوج او ارتبط مع حدا او ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هذا يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي انفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت او انفصال او في تواصل روحي بيناتكم فاحتمال يكون شي طرف تالت فات على العلاقة لاني شايفاه يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمل وانت ممكن يكون شخص تاني متل ما انتم شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم او بيفكر يتزوجك بالاضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هذا عم بيدور على طرق لا يتواصل معاك طرق جريدة يعني فاستفت كثير الشغلات هذه الشخص هذا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معاك هو يعني لا يريد ان يأتيك هكذا ويقول لك اولي لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعضكم لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم فكأنه احب بيدور على طرق جريدة اللي يتواصل معاك لاني شايف في منكون اللي بيعمل جذب حقيقة في تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه منكون اللي حاسس انه في منكون اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر فين اللي بيفكروا هيك بسبب سحر اعمال او شايف انه اللي صار يعني بسبب شي شي حضام يعمل شغلات من وراكم يعني ممكن يكون في طرف يعني فين منكون اللي بيعمل اعمال للشخص هذا حقيقة في اعمال وفي منكون اللي شايف انه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمل له سحر اعمال برض النظر شو عمل لك الشخص هذا سواء كان تركك وطلقك ولقيته معه حدا تاني او قلب عليك اختفى ففي منكون اللي بيعمل جذب وفي اللي بيعمل اعمال للحبيب فالشخص هذا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب وهو بده يتواصل معك لانه شايف انك الحب يعني واضح انه الشخص هذا عرف قيمتك ولكني انا شايفاك قافل على الشخص هذا قافل عليه وعاطي ظهرك وعمل حالك مش فارقة معك كأنك يعني كأنك اختفت عن الانظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هذا ياخد قرار بشي موضوع او يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط او حتى يختار بينك وبين حدا وبينك وبين شي شغلة لاني شايف الشخص هذا يعني بيفكر شو بيفكر بيفكر في زواج طالع علي ورقة الزواج الشخص هذا يعني كأنه بده يرجع لك بده يتزوجك كذلك عم شوف في بيناتكم اختلافات فجايز انتو بعيدين عن بعض كل واحد بلد او كل واحد في محافظة لاني شايف فيه مسافة بيناتكم كذلك في اللي كان بعلاقة طويلة مع الشخص هذا مش قادر ينسى ذكريات احتمال يكون الشخص هذا من جنسية غير جنسيتك او تختلفون في عادات يعني والتقاليد حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكن اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دار ظهره كأنه فقد الامل ويعني انا بشوف انه يعني بعده بيحب الشخص هذا بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هذا يعني متزوج يعني انه طالع للورقة هذه كثير او تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني اذا كان حدا ثاني يعني متمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكن او بفكر بالزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث لاني شايفك تعرضت لخيبة امل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي مختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني انا حاسة انه الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي انا هذا الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هذي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حدا ساعدني والشخص هذا شايفه كأنه عارف انه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفة يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايفة الماضي مؤثر عليك أو الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا هو الشي الصح انت لازم تعمل استشفاء لمنكن اللي في الوضع هذا لازم اول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب بشرك انه فيه تغيرات جاية في طريقك يا يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هذا انه المساعدة حواليك وافضل شي تعمله انك تتقرب من الله وتدعي وتعمل مديتيشن يعني تدعي يعني من قلبك من جواتك وتفكر تفكير ايجابي برض النظر عن الشغلات اللي صارت لانه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل مرض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب بقلك انه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لانه طالعلك ورقة الشمس طالعلك ورقة الشمس فيه احداث وشغلات ايجابية جاية بطريقك وهي علامة على فرحة لانه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان انا صحبت ابرق لحتى فسروا اكتر طالعلك ورقة الحب يا برج السرطان ورا ورقة الشمس فيه يعني شغلات جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء رح تضوي طريقا يعني اما ستصبح العلاقة هذه اكتر انفتاحا او انها ستنتهي للسماح لعلاقة افضل للحصول عليها لانه الشمس هي تشير الى اشياء ايجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق بمقامك زفاف وفي شيء يعني في باب يا ارش الورق المكانون في باحث رح ينفتح لك يعني الامور اجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يبرش السرطان في باب رح ينفتح لك ويجا فوق الشمس في باب رح ينفتح لك ففي بداية جديدة او رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جديد وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالامان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الأوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون بشيفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بالناس من الماضي ناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لاني هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة او شخص انت حبيته يعني كأني حاسة انه الشخص هذا متزوج او انتو بعلاقة تولاتية لاني يعني حاسة انه الشخص هذي يعني كأنه غير متزوج طاقة تولاتية لاني شايفك غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لانه كانت عندك امنية ضاعت لاني شايفك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق او عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء انه متزوج او على علاقة بشخص تاني لاني عم شوف في مسافة بيناتكم احتمال كل واحد يكون في بلد او محافظة يعني المهم في مسافة او الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفة بعدو في تواصل فكأني حاسة انه انتو سلميت طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح وفي عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني او شخص من الماضي يعني بعيدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفة كأنك يعني عم عم تطالب يعني بعدالة او بحكم عم تستنى شيء قرار فشايفك انا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعد قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف فيه حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك بتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك في من كوني عم شوفه تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم بفكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نفزع حب اقول شي كأني عم شوف يعني فيه من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمال يكون تكون شي شغلة في الموضوع هيدا بالايام الجاية للناس اللي متطلقين القراءة هيدا راح تبتدي من من 22 الى 20 او زيادة شوي في الشهر اللي وراه يعني في نوينبير لاني عم شوف الشغلة هيدا وردة عندي كتير راح نرجع لنكمل فمثل ما قلتلك وورقة الشمس كذلك قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لاني شايفة عندك فيه بداية جديدة وفيه تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك راح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقيل واجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدا طعالك ورقة السبن مع اني شايفة فيه ناس يعني بعدهم شايفاهم متعلقين يعني متل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضه من الماضي هيك او عم تشوف الموضوع هيدا معقد وانا برجح الموضوع هيدا اكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيامة بها الان يعني فكر في اللحظة هيدا ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقك فممكن الامور ستنقلب بصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك هو منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت في عندي ابراج حاب بقولون بس منزع يعني كل الابراج صراحة موجودة بس لا نحن بشوف الطاقة الهوائية الكثيرة الطاقة الترابية تور عزراء برج الثالث ميزان كذلك الميزان صراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عندنا في برج القوس والحمل والاسد الاسديون كذلك التوريون الجدي تقلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو العقرب صراحة كل الطاقات موجودة نرى الحمل الطور الاسد الميزان الجدي العضراء الجوزاء في طاقات أكثر ففي عندك بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالأمن والاستقرار لأنني عم شوفك لأنك قادر على تخطي العقبات ولكني شايفة أن الحبيب متمسك بموقفه وبفاكفية لأنك قادر على تخطي العقبات شكرا